أول خبر في جولتنا العالمية الخاصة بالزراع ومشروع كوري لإنتاج الهيدروجين في السعودية بـ 6.5 مليار دولار وقعت شركة الطاقة الكهربائية الكورية وشركات أخرى مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار العام بالسعودية لبناء وتشغيل مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر وذلك بحسب مقالاته مصادر لوكالة رويترز ويتزامن الاتفاق مع زيارة ولي العهد السعود الأمير محمد بن سلمان لكوريا الجنوبية ونقلنا على مصادر بالقطاع أن مشروع المصنع الذي يقام على مساحة 396.694 متر مربعا في ينبع بالسعودية سيتم تشهيده بين 2025 و2029 وثيجرى تشغيله لمدة 20 عاما ومن المتوقع أن ينتج فاصل 1-2 من 10 مليون طن من الهيدروجين الأخضر والأمونيا سنويا وتبلغ قيمته حوالي 6.5 مليار دولار وخبر آخر في جولتنا العالمية 600 نوع طير السودان تواجه خطر تعرية الغابات والصيد الجائر حذر مختصون من مخاطر كبيرة تهدد أنواع نادرة من الطيور في السودان بسبب الصيد الجائر وما تتعرض له الغابات من تعرية مستمرة حيث يوجد أكثر من 600 نوع من الطيور نصفها تقريبا مستوطن بشكل دائم والنصف الآخر يأتي مهاجرا من أوروبا وآسيا بحثا عن المأكل والدفع ويوفر التنوع المناخي والبيئة الكبير في السودان ظروفا مناسبة للعيش الكثير من سلالات وأنواع الطيور النادرة مثل الحباك القرفي والحمامة الحزينة والطير المائي الإفريقي وغراب البين واليقنة الإفريقية ونقار الخشب النوبي والنعام إضافة إلى طيور الهدهد والزرزور التي تتواجد بأعداد كبيرة حيث تنفرد السودان الشقيق بسلالات الطيور المادرة التي ظلت لفترة طويلة تساعد في حفظ التنوع البيئي إلا أن الفترة الأخيرة شهدت اختفاءا لبعض هذه السلالات النادرة وتراجعا كبيرا في أعداد الطيور في سلالات أخرى لأسباب أهمها التناقض الكبير في مساحات الغابات إضافة إلى الصيد الجائر وذي طبعا من أبرز المشاكل اللي تم كمان مناشتها في مؤتمر المناخ كوب 27 اللي النهاردة إن شاء الله تبقى فيه جلسة ختمية بمؤتمر صحفي لمعاي الوزير الخارجية السفير سامح شكري يعلم من خلالها التوصيات وما خرج به هذه القمة من توصيات إن شاء الله يكون أو تكون هذه التوصيات محل التطبيق من كافة دول العالم مؤتمر مناخ كوب 27 في دورة السبعة وعشرين اللي نظمته الدولة المصرية الحقيقة يعني أشهد به العالم أجمع وأشهده كمان بمبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسلام ووقف الحرب ما بين أوكرانيا وروسيا وأيضا حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي أن هذه القمة تكون قمة التنفيذ وتحديدا من الدول المسببة الأكبر للملوسات والتغيرات المناخية وأن يكون هناك تعهدات صارمة من هذه الدول بدعم الدول النامية وهي طبعا المتضرر الأكبر من الملوسات والتغيرات المناخية اللي سببتها الدول العظمة والدول الكبرى وبناء علي لابد أن يكون هناك تكاتف وترابط في تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة والمشروعات الخضراء وعلى إثر ذلك حتى قبل انطلاق المؤتمر مصر أطلاقت المبادرة الرئيسية تحضر للأخضر في كل المحافظات المصرية والوزرات المعنية اللي من الشأنها أن نحن نستخدم الطاقة النظيفة الخضراء سواء طاقة الهيدروجين أو الطاقة الشمسية أو الطاقة الكهربائية عن طريق الشمس وخلافه من هذه الطاقات الصديقة للبيئة مع تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة اللي هي الصديقة للبيئة والمحافظة للبيئة وكان النموذج الأكبر لهذه الأمور الجميلة هي مدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سينة تحدي مدينة شرم الشيخ كانت نموذج للبيئة الخضراء نموذج للبيئة المناهضة للتغارات المناخية البيئة المطبقة لكافة المشروعات الصديقة للبيئة والمشروعات الخضراء وده اللي أبهر الحضور في هذه القمة الحقيقة يعني كلها معباروا عن سعادتهم وفخرهم ويمكن رئيس الأمم المتحدة في الجلسة الختمية أكد على الدور الرياضي للدولة المصرية وأشار أن هذه القمة تعتبر أفضل قمة على الإطلاق منذ انطلاقها من 27 دورة وأكد على دور الدولة المصرية على جعل هذه القمة قمة التنفيذ وأيضا أشاد بالمشروعات الكثيرة التي تم تقديمها من كافة الجهات الحكومية والوزرات المعنية من الدولة المصرية لإرساء حلول جذرية للتغيرات المناخية من خلال المشروعات القومية التي ممكن تتم تنفيذها بالشراكة مع كافة دول العالم حتى تضمن مصرنا الحبيبة من خلال هذه القمة حياءة منا وسليمة لملايين ومليارات المواطنين على كوكب الأرض ربنا يحفظ مصرنا الحبيبة وإن شاء الله مزيد من التوفيق في مختلف المجالات والتهى مبارح الحمد لله رب العالمين يوم بعد الآخر نجاح بتحقق الدولة المصرية في جميع المجالات سواء المجال الرياضي المجال السياسي المجال العسكري المجال الاقتصادي وغير من كل هذه المجالات ولكن الحمد لله رب العين ربنا بيوفقنا وإن شاء الله بإذن الرحمن مزيد من التوفيق فيما هو قادم بإذن الرحمن نرى إن شاء الله عندينا مجموعة من الفقرات الحوارية فقرة هنتكلم فيها عن إزراعة القمح من الألف ولياء وتفاصيل مهمة جدا إن شاء الله نفتحها مع ضيفتنا الدكتورة جهان عبد الواحد رئيس بحوث متفرغ بقسم بحوث القمحة بمعد المحاصيل الحقلية ومسؤول الحملة القومية للنهوض بمحصول القمحة بالقليوبية فقرة تانية إن شاء الله بعنوان ترشيد وإدارة استخدام المياه في الزراع مع ضيفنا الأستاذ دكتور محمد أمين مراد أستاذ باحث بمركز القومي للبحوث وبرضو أحيط حضراتكم علماً أن ملف المياه كان في قمل المناخ السابقة يناقش على إلهامش وما كانش يعني ذو تأثير هذه القمة يعني كان لي ملف المياه دور وتواجد هام جدا 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 كون المناخ والزراعة والمياه كلهم يعني أضلوا مسلث واحد لابد أن يتموا نقشتهم لأن طبعاً تغير مناخ يترتب عليه جفاف يترتب عليه لوزة دورة مياه يترتب عليها مفيش مياه مفيش زراعة مفيش غزاء وبالتالي كان هناك الحمد لله رب العالمين تواجد بشكل مكسف واسع لملف المياه من كافة المتخصين سواء من وزير الموارد المائية والراية أو وزير البيئة أو كافة المتخصين في هذا المجال لوضع حلول وأيضاً الكثير من الاستراتيجيات لدعم ملف المياه عالمياً حفاظاً على الغزاء وحفاظاً على الزراع كمان إن شاء الله هنأش في هذه الفقرة ده مضمون في قبر ميجنة الحوارية النهاردة إن شاء الله من النهار جديد نتمنى رب إنها تنال إعجاب حضراتكم استهزمكم نروح فاصل سريع نلخاكم مجدداً إن شاء الله بعد هذا الفاصل مع أولى في قبر ميجنة الحوارية من النهار جديد انتظرونا